اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الكيميا حلقة اليوم المراجعة النهائية لمادة الكيميا أصدقائي الطلاب المشوار كان كبير طويل وصلنا لآخر نقطة ونتمنى أن كل الطلبة بإذن الله تحصل على أعلى درجة وتدخل الكلية اللي بتتمنى تعالوا بينا نبدأ في أول نقطة من نقطة حلقة اليوم أصدقائي الطلاب السؤال بيقول في التفاعل المقابل مديني تفاعل N2H4Gaz تفاعل انعكاسي إداني غاز النيتروجين وغاز الهيدروجين زائد هيت وإداني الكي بي لهذا التفاعل أربعة من مية إذا علمت أن تركيز غاز الهيدروجين اثنين من عشرة وتركيز غاز N2H4 واحد من عشرة فيكون تركيز غاز النيتروجين عند رفع درجة الحرارة أصدقائي الطلاب هذا السؤال بسيط يحتوي على نقطتين مهمين أول نقطة حساب تركيز غاز النيتروجين النقطة الثانية رفع درجة الحرارة احنا اتفقنا أن في هذا التفاعل هيت مع النواتي يبقى تفاعل طارد للحرارة ولما أرفع درجة الحرارة سوف يتجه التفاعل في الاتجاه العكسي وبالتالي تركيز غاز النيتروجين سوف يقل عن القيمة التي تم حسابها تعالوا نحسب قيمة تركيز غاز النيتروجين مع بعض هو هنا مديني الاختيار الأولاني 8 من مية الاختيار الثاني 2 من عشرة الاختيار الثالث 3 من عشرة الاختيار الرابع 1 من عشرة سنقول أن الكي بي يسوي تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات ومنه نحصل على تركيز غاز النيتروجين يطلع 1 من عشرة لما ارفع درجة الحرارة يبقى قيمة التركيز سوف تقل لأن التفاعل يتجه في الاتجاه العكسي التفاعل طارد للحرارة عند رفع درجة الحرارة يسير التفاعل في الاتجاه العكسي ويقل تركيز غاز النيتروجين يبقى تركيز غاز النيتروجين أقل من 1 من عشرة يبقى 2 من عشرة غلط 3 من عشرة غلط 1 من عشرة غلط الصحيح 8 من 100 سؤال في خلية عينة من الكروم تحتوي على شوائب X و Y لوحظ ترصب X و Y في قاع الإناء بعد إتمام عملية التنقية عند وضع العنصر Y في محلول العنصر X يتغير لون المحلول في النترتيب الصحيح لجهود أجسادة X و Y و الكروم الأول هو بيقول أنه خلية هننقل فيها يبقى جهد أجسادة X وجهد أجسادة Y أقل من جهد أجسادة الكروم النقطة التانية قال لي عند وضع العنصر Y في محلول X لا يتغير اللون وبالتالي لم يحدث التفاعل وبالتالي أجسادة العنصر Y أقل من جهد أجسادة العنصر X وبالتالي يبقى الكروم أعلى جهد أجسادة يلي عنصر Y يلي العنصر X تعالوا نشوف الاختيارات مع بعض الاختيار الأولاني أعلى حاجة X كده مش مظبوط الاختيار التاني الكروم أعلى حاجة أقل منه X احنا اتفقنا أقل من الكروم Y الاختيار التالت الواي أعلى حاجة خطأ الاختيار الأخير الكروم أعلى حاجة أقل الواي أقل لهم X ويبقى ده الاختيار الصحيح سؤال آخر المعادلات التالية تعبر عن تفاعلي نصفي خلية التفاعل الأولاني آيونات النيكل اتحدت مع الإلكترونات اكتسبت إلكترونات عدد التأكسد للنيكل اتغير من موجب 3 لموجب 2 يبقى أفهم كده أن ده عملية أكسادة عملية اختزال وجهد الاختزال بإشارة موجب كادميوم موجب 2 اكتسب إلكترونات اتحول لكادميوم وجهد الاختزال بالسالب يبقى مهم جدا نفهم السؤال لأن حنفهم السؤال يبقى حنعرف نفكر يبقى حنختار صح وده اللي احنا بنتمنى لكل الطلاب فإن التفاعل الأكسادة الغير ترقائي في هذه الخلية طب التفاعلات اللي عندي دي تفاعلات اختزال أقلبهم لتفاعلات أكسادة والتفاعل اللي إشارته جهد أكسادته يطلع بالسالب يبقى ده تفاعل غير تلقائي النيكل وده تفاعل غير تلقائي وده الصح اللي هو حرف به جيم كادميوم زائد إلكترونات ده تفاعل اختزال وهو عايز تفاعل أكسادة غير تلقائي يبقى خطأ تفاعل دال آيونات النيكل زائد إلكترونات ده تفاعل اختزال وهو لطلبه تفاعل أكسادة يبقى به هي الإجابة الصحيحة سؤال آخر الشكلان التاليان يمثلان خليتين الخلية الأولانية بتتكون من عنصر A عنصر B وبتديني قوة دفع كهربية مقدرها واحد ونصف فض مهم أفهم الشكل اللي قدامي الأسهم بتخرج من A تروح لB معنى كده أن A هو الأنود B هو الكسود A يحدث عنده عملية أكسادة B يحدث عنده عملية اختزال الخلية التانية عبارة عن C وB وتتحرك الإلكترونات من C إلى B وتديني قوة دفع كهربية مقدرها 2 فولت معنى كده أن C هو الأنود B هو الكسود وأن الخلية التانية قوتها أكبر من الخلية الأولى من الملاحظ أن جهد العنصر اللي بيحدث عنده عملية الاختزال اللي هو الB سابت في الخليتين يبقى اللي بيغير القوة الدفعة الكهربية هو عنصر الأنود اللي هو الA أو الC وبالتالي نقدر نستنتج أن جهد أكسادة C أعلى من جهد أكسادة A لأن الخلية التانية بتدي 2 فولت بينما الخلية الأولى بتدي 1.5 فولت قال لي إذا علمت أن كده العنصر A وB سناء التكافر وC ثلاثي في أن الرمز الاستلاحي للخلية الجالفانية المكونة من العنصر A وC إحنا اتفقنا أن جهد أكسادة C أعلى من جهد أكسادة A يبقى C هو الأنود يحدث عنده عملية الأكسادة وA حيبقى الكسود ويحدث عنده عملية الإختزال ونخلي بالي أصدقاء الطلاب أنه C حيديني 3 إلكترونات بينما A حيكتسب 2 إلكترون لأنه قال لي أن A سنائي وC ثلاثي يبقى لازم أنا وبكتب الرمز الإصلاحي أخلي بالي من الوزن عشان عدد الإلكترونات المفقودة في عملية الأكسادة يساوي تماما عدد الإلكترونات المكتسبة في عملية الإختزال نبص على الاختيارات مع بعض ألف C بقيت C موجب 3 وA موجب 2 بقيت A دي كده موزونة من حيث عدد الإلكترونات المفقودة في عملية الأكسادة وعدد الإلكترونات المكتسبة في عملية الاختزال وC هو الأنود وA هو الكسود حرف B A C طبعا هو هنا عكس مش مظبوط معكوسة وقال أن C سناء التكافؤ مش سلاسي وA سلاسي التكافؤ مش زي ما قال سنائي دال C سنائي التكافؤ برضو وA سلاسي يبقى هنا عيني لازم تبقى لما يقول سناء التكافؤ يبقى موجب 2 لما يقول سلاسي التكافؤ يبقى موجب 3 يبقى الإجابة الصحيحة هي رقم ألف في الخلية الجالفانية الموضحة بالشكل الآتي ZN إداني ZN موجب 2 يبقى ده الأنود فقد 2 إلكترونات الكاسود كاتيونات الرصاص اكتسبت 2 إلكترون وتحولت إلى الرصاص مهم جدا أصدقاء الطلاب نفهم السؤال الوقت عندنا كبير مدة الامتحان 3 ساعات وعدد الأسئلة 46 سؤال يعني لو إدينا كل سؤال دقيقتين دقيقتين ونص مش هنخلص الـ 3 ساعات وحيبقى عندنا وقت طويل للمراجعة يبقى مش هنتعب ومش هنزهق من تكرار الجمل اللي احنا قلناها إن السؤال يتقرب تركيز بفهم عشان أفهم هو عايز إيه وبالتالي الاختيار يكون صحيح ونحصل على أعلى درجة بإذن الله تعالوا نرجع بقى للسؤال بتاعنا هو قال لي عند إضافة قطرات من HCL إلى كل من نصفية الخلية فإن أيا مما يأتي عد صحيح تعالوا نفهم لما نحط HCL مع الخرسين هيديني كولوريد خرسين محلول مفيش تغيير عندي طب لما حط ال HCL مع كاتيونات الرصاص هيديني راصب أبيض من كولوريد الرصاص وهنا كاتيونات الرصاص قلت وبالتالي البطارية الطيار اللي ناتج عنها هيقل ممكن نقول إن زمن التشغيل يقل ممكن تقول إن البطارية تستهلك سريعة تعالوا كده نبص على الاختيارات مع بعض أصدقاء الطلاب الاختيار الأولاني يزداد تركيز آيونات الرصاص لا التركيز هيقل لأنه هيكون راصب من كولوريد الرصاص تزداد قيمة EMF EMF بيعتمد على جهدة أكسادة الأنود وجهدة أكسادة الكاسود مليش دخل بالHCL يقل زمن استهلاك البطارية كده صحيح لأن الكاتيونات الرصاص اترصبت وبالتالي البطارية تستهلك سريعا زمن هيقل الاختيار الأخير يقل لتركيز ZN ZN مش هيتأثر يبقى الإجابة الصحيحة هي رقم GIM سؤال آخر في بطالية الرصاص الحامدية تم تسجيل البيانات التالية أثناء التفريخ جهد الأنود 36 من 100 بالموجب جهد الكاسود 1.69 بالموجب كراءة الهيدروميتر 1 جرام سنتيمتر تكعيب فإن تلك البطارية أصدقاء الطلاب أنا هنا قبل ما ندخل على الاختيارات عايز أسأل السؤال صغير إيه وظيفة الهيدروميتر في البطارية الهيدروميتر جهاز لقياس كسافة حمد الكابريتيك كسافة حمد الكابريتيك لازم تبقى في حدود 1.28 من 100 إلى 1.3 من 10 هو هنا في السؤال بتاعنا قال لي إن الكسافة واحد معنى كده إن البطارية كسافة الحمد فيها قليلة معنى كده إن البطارية دي تحتاج إلى إعادة شحن النقطة النقطة الثانية هو قال لي جهد أكساد الأنود وقال لي جهد إختزال الكسود أقدر أجيب القوة دفعة للخلية تمام تعالوا نبص على الإختيارات كده اتنين وخمسة من مية بعد الشحن اصدقائي الطلاب لازم نفرق ما بين كلمة بطارية وكلمة خلايا البطارية تتكون من عدة خلايا بينما الخلية تتكون من انود كسود الكتروليد وبطارية المركم الرصاصي يبقى تتكون من ست خلايا كل خلية بتدي اتنين فولت يبقى البطارية كلها تدي اتناشر فولت نكمل الاختيار التالت اصدقائي كاملة الشحن والخلية تعطي اتناشر فولت طبعا احنا اتفقنا انها تحتاج لاعادة شحن يبقى تحتاج الى اعادة شحن والخلية تنتج اتنين وخمسة من مية بعد الشحن يبقى الاجابة الصحيحة الدقيقة هي رقم دال جهد الاختزال القياسية للعناصر X, Y, Z كما في الجدول التالي مديني جهد اختزال X سالب 28 من مية جهد اختزال Y واحد واثنين من عشرة بالموجب جهد اختزال Z واحد فاصل زيرو اتنين تسع هو طالب اي من الطلاقات التالية الاصرع تآكل اصدقاء الطلاب اول ما يقول لي اسرع تآكل يبقى هو عايز حماية كاثودية ان الفلز نطلي بفلز اخر اقل في جهد الاكسادة فعند الخدش تتكون خلية جالفانية ويكون سريعا كلما زاد فرق الجهد ما بين الانود والاكسود تحدث عملية الاكسادة بسرع يبقى هو هنا عايز تتآكل سريعا يبقى حنقلب الجهود اللي عندي لجهود اكسادة يبقى الاكس بالموجب الواي بالسالب الزد بالموجب طب يبقى انا حطلي الزد بالواي او اطلي الاكس بالواي كده دي بقت حماية كاثودية هو طالب اسرع في التآكل يبقى انا عايز جهد الاكسادة عالي وجهد الاكسادة حيبقى عالي في حالة زد تعالوا نبص على الاختيارات كده مع بعض تلاقي العنصر X بالعنصر Z طبعا ده كده مش مظبوط تلاقي العنصر Z بالعنصر Y ده كده مظبوط تلاقي العنصر Y بX مش مظبوط تلاقي العنصر Y X بالعنصر Y طبعا قلنا ان X نطليه بالY والZ نطليه بالY ده حماية كاسودية لكن عشان يبقى التآكل سريع يبقى لازم جهد الأجسادة كبير وجهد أجسادة Z أكبر من جهد أجسادة X لذا الإجابة الصحيحة تبقى رقم به تلاقي العنصر Z بالعنصر Y من المخطط مديني مخطط C6 C7H16 هنسخن في وجود البلاتين هيديني A هنعمل له الكلة يديني A يديني B وحلقة بنزين عليها 2 استبدال 2 مصايل في وضع أرسه كمان رح مسك المركب B عمله أجسادة تمة الداني C في أي الاختيارات الآتية صحيحة تعالوا أصدقائي الطلاب نفهم المخطط عشان نعرف نختار C7H16 ده هبتان ألكان هبتان ألكان اللي هو الألكان المشبع هنسخنه في وجود البلاتين هنعمل له إعادة تشكل حفزية هيديني الطلوين يبقى العنصر A هو الطلوين طب العنصر A ده هنعمل له الكلة هندخله مجموعة ميصايل اللي هو تفاعل في ريد الكرافت تمام لما تيجي تدخل مجموعة المصايل هنسأل الطلوين المجموعة الأساسية اللي عنده اللي هي برضو ميصايل بتوجه لوضع أرسه وبار هو الناتج عندي B أنا لسه هنتكلم عنه الناتج الأساسي عندي اداني حلقة بنزين عليها اتنين استبدال في وضع أرسه يبقى B حلقة بنزين عليها اتنين استبدال ولكن في وضع بار طب CH3 لما نجي نعمل لها أكسادة هتتحول من CH3 إلى مجموعة كاربوكسايل يبقى بالتالي المركب C هو مركب حمضي سناء القاعدية مركب حمضي كاربوكسيلي يحتوي على مجموعتين كاربوكسايل في وضع بار تعالوا نبص على الاختيارات مع بعض احنا اتفقنا ان ايه هو الطلوين والطلوين يستخدم في تحضير حمض البنزيوك صحيح؟ طب C ده حمض سناء القاعدية هل هو مادة أولية في تحضير الباكالايت عشان احضر الباكالايت محتاج فينول وفورمالضاهايت يبقى كده الإجابة ألف خطأ به تستخدم في تحضير المتفجرات فعلا الطلوين لما نيجي نعمله عملية نايترا يديني 2,4,6 سلاسي نايترو طلوين وده متفجرات طب C اللي مادة أولية في تصنيع صمامات القلب الصناعية فعلا حمض سناء القاعدية اللي هو التير في سلك لما نفعله مع حمض لما نفعله مع كحول إسلين جيلايكل كحول سناء القاعدية نعمله عملية بلمرة بالتكاسف في النهاية يديني نسيج الدكرة يبقى ايه متفجرات كده صح وC بيدخل في صناعة صمامات القلب الصناعية نكمل الاختيار جيم والاختيار دال جيم قال لي حمض أروماتي لا طلوين مش حمض أروماتي مادة أولية في تحضير نسيج الباقالايت كده دي النقطة دي صح بس كده يبقى جيم كلها غلط دال هيدروكربون ألفاتي خطأ ده هيدروكربون أروماتي حمض كاربوكسيلي أروماتي لا هو حمض كاربوكسيلي أروماتي صناعة القاعدية يبقى الإجابة الدقيقة الصحيحة هي رقم به أي العمليات الأتية يتم إجراءها على حمض كاربوكسيلي أحادي القاعدية لتحويله إلى مركب متعادل به نفس عدد زرات الأكسوجين أصدقاء الطلاب حمض كاربوكسيلي يعني عنده مجموعة كاربوكسايل مجموعة الكاربوكسايل تتميز بوجود C زراتين أكسوجين و H يبقى أنا عايز أحول من حمض كاربوكسيلي إلى مركب متعادل في O طب المركبات المتعادلة كانت الكحولات يبقى أنا عايز أحول من حمض كاربوكسيلي إلى كحول سنائي الهيدروكسايل لازم السؤال يتقري بعناية لازم السؤال يتفهم حلو علشان نعرف نختار طب أنا ما قريتش حلو الاختيار حيبقى خطأ وده اللي احنا ما نتمنهوش لأي طالب بإذن الله تعالوا كده مع بعض نبص على الاختيارات اختزال تام نزع ماء أكسادا طب الحمض الكاربوكسيلي لما أعمل له اختزال تام يبقى أنا كده حولته لكحول وحادي الهيدروكسايل هعمل له عملية نزع يبقى حنزع جزء مية هحوله إلى ألكين الألكين أعمل له عملية أكسادا اللي هو تفاعل باير ينتج كحول سنائي الهيدروكسايل يبقى ألف صحيح به تعادل تقطير جاف هالجنة والكلام ده كده مش مظبوط اختزال تام نزع ماء جميل عملية هيدرة طب أنا لما أنزع ماء وأرجع أعمله عملية هيدرة يعني حضيف مية يعني حرجعه تاني لكحول أحادي الهيدروكسايل هو طلب في السؤال أن أنا أحافظ على عدد زرات الأكسوجين يعني لازم يبقى عندي اتنين أو إتش مش واحدة أو إتش نشوف الاختيار رقم دال أسطرة تحلل قاعدة تقدير جاف يبقى الكلام مش مظبوط أضق إجابة هي رقم ألف اختزال تام نزع ماء أكسادا إذا علمت أن حمد الأكتنويك حمد دهني هو المكون الأساسي لجوز الهند فكل مما يأتي أيزومر له معدى أنا هنا محتاج أعرف حكتين حمد يبقى عنده مجموعة COOH أوكتانويك أوكتان يعني 8 زرات كربون يبقى هو C7 اتش 15 COOH كله أيزومر يعني نفس عدد زرات الكربون نفس عدد زرات الهيدروجين نفس عدد زرات الأكسوجين واحد بس اللي مختلف تعالوا نبص مع بعض كده على الاختيارات إيسانوات الهيكسايل رمزها قدامي CH3 COO C6 H 13 عندي 8 زرات كربون 2 أكسوجين 16 هيدروجين ده فعلا أيزومر لي برو بنوات البنتايل الرمز قدامي C2 H5 COO C5 H11 نفس عدد زرات الكربون 8 وعندي 16 هيدروجين و 2 أكسوجين يبقى برضه أيزومر دال جيم الأول بيوترات البيوترات بيوترات ده حمض إحنا درسناه حمض البيوتريك اللي هو 4 زرات كربون البيوترات برضه 4 زرات كربون يبقى C3 H7 COO C4 H9 عدد زرات الكربون 8 عدد زرات الهيدروجين 16 الأكسوجين 2 يبقى برضه أيزومر دال بين تنوات البيوترات بين تنوات اللي هو 5 زرات كربون C4 H9 COO البيوتر C4 H9 عدد زرات الكربون اختلف هنا عدد زرات الكربون 9 وبالتالي الهيدروجين هيختلف يبقى كله أيزومر ما عدا الاختيار رقم دال ودى المطلوب المخطط التالي يوضح تفاعلات الحديد وأكسيده في ظروف مناسبة الحديد هنفعله مع حمض C2 H2 O4 دا حمض الأكساليك هيديني ملح أكسالات حديد 2 ملح أكسالات حديد 2 هنسخنه هيديني أكسيد حديد FEO هناخد الحديد هنحط له حمض كابريتيك مخفف هيديني كابريتات حديد 2 كابريتات حديد 2 هنسخنها هيديني المركب C اللي هو أكسيد حديد 3 نفعل أكسيد حديد 3 مع الهيدروجين في درجة حرارة 250 أنا سامع أن فيه طالب بيقول لي احنا ما خدناش 250 حبيبي احنا خدنا الاختزال بيتم يا إما من 230 لغاية 300 أو اختزال بيتم من 400 لغاية 700 والاختزال التالت أعلى من 700 هو هنا قال 250 وقع بين 230 لغاية 300 يبقى ناتج عملية اختزال أكسيد حديد 3 تديني أكسيد حديد مغماطيسي أكسيد حديد مغماطيسي هختزله عند درجة حرارة 500 اللي هي طاقة ما بين ال400 و700 يديني F E O يبقى أنا كده فهمت المخطط المركب ألف أو A يبقى F E O المركب C F E 2 و 3 المركب B اللي هو أكسيد حديد مغماطيسي F E 3 O 4 تعالوا نبص على الاختيارات مع بعض الاختيار الأولاني F E 3 O 4 يبقى كده ألف غلط يبقى الاختيار كله غلط الاختيار بـ F E O والـ F E F E 3 O 4 والـ F E 2 O 3 الاختيار ده مظبوط جيم F E O والـ F E 2 O 3 والـ F E 3 O 4 هو كده عكس ما بين الـ F E O 3 كده خطأ زي ما احنا قلنا أن A هو F E O الـ F E O F E 3 O 4 C F E 2 O 3 أصدقاء الطلاب دي مجموعة من الأسئلة اللي جات في امتحانات سبا قبل كده والأسئلة بسيطة تحتاج من كل طالب إراية السؤال السؤال ليه مفتاح حل فلازم عيني وأنا وبقرأ السؤال أفهم فين المفتاح بتاع السؤال يبقى القراءة الجيدة تؤدي إلى فهم جيد طب أنا فهمت حلو يبقى بالتالي حعرف أخطار اختيار صحيح محدش يقول أن الزمن قليل إحنا هنقول أن الامتحان بتاعنا هو 46 سؤال إحنا هنسهلها عشان الحساب نقول 50 سؤال لو كل سؤال خد 3 دقايق يبقى 3 في 50 بـ 150 زمن الامتحان 180 دقيقة يبقى فيه كل سؤال حقه 3 دقايق يبقى نقرأ حلم نفهم كويس نختار كويس عشان ربنا يكرمنا ويعوضنا في المجهود بتاعكم ويفرحنا بيكم وإنتوا كمان تحصلوا على أعلى الدرجات بإذن الله وتدخلك كليات اللي بتتمنوها وأسرة البرنامج تتمنى لكم النجاح والتفوق بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة